قام معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية وسعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية وسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيم وزير الإعلام بزيارة إلى مدينة شباب 2030 حيث أطلعتهم سعادة السيدة رواد بن تنجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بعد ما تضمه المدينة من محطات تدريبية متنوعة وذلك بتنظيم من وزارة شؤون الشباب وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين واستمع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء إلى شرح عن أهداف وزارة شؤون الشباب والشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين وسعيهما الدائم لتطوير مخرجات مدينة شباب 2030 وذلك من خلال إدخال مبادرات وبرامج نوعية جديدة ومتخصصة في مختلف المجالات كما تم إطلاع أصحاب المعالي والسعادة على ما تشهده النسخة الثالثة عشرة من مدينة شباب 2030 من زيادة في البرامج والفرص التدريبية وذلك بهدف احتضان أكبر عدد ممكن من الشباب للاستفادة من البرامج التي تقدمها مدينة شباب 2030 وزيادة مدة المدينة إلى ستة أسابيع فضلا عن زيادة البرامج التدريبية لتصل إلى 148 برنامج متخصصا في خمسة مراكز وزيادة الفرص التدريبية في هذه النسخة لتصل إلى 4000 فرصة تدريبية بالإضافة إلى أن المدينة وانطلاقا من دعمها للمشروعات الشبابية في ريادة الأعمال ستستضيف 73 مشروعا شبابيا سيتواجد في المدينة لعرض مشروعاتهم أمام الشباب وبهذه المناسبة أعرب أصحاب المعالي والسعادة الوزراء عن تقديرهم للدور البارز الذي تقوم به وزارة شؤون الشباب في دعم الشباب البحريني لاكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم في مختلف المجالات مشيرنا إلى أن مدينة شباب 2030 تعتبر من المبادرات الرائدة والتي تعظم دور المملكة بالاهتمام بالشباب باعتبارهم ثروة مستدامة تتطلب تنميتها وتطوير قدراتها للاستثمار الأمثل فيها ومن جانبها أعربت سعادة وزيرة شؤون الشباب عن شكرها وتقديرها لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء لزيارتهم مدينة شباب 2030 وللطلاع على ما تقدمه المدينة من برامج احترافية صممت بطريقة عصرية لتتوافق مع احتياجات ومتطلبات الشباب اليوم أنا سعيد جدا الحقيقة بتواجه في هذه الجولة اللي تعرفنا فيها على جميع فعاليات والأنشطة اللي متضمنة في مدينة الشباب هذا المشروع الحقيقي اللي كل ما نزوره سنة عن سنة نشوف فيه تطور كبير من خلال التنوع في الأنشطة من خلال الشراكات المجتمعية ومن خلال الحقيقة البرامج التدريبية اللي تقدم الحقيقة قيمة مضافة كبيرة لشبابنا البحريني لا شك ان ندعم سيد سمو الشيخ ناصر لهذا المشروع نراه الحقيقة جالي من خلال التطور الكبير اللي شفناه هذه السنة وايضا زارة شباب مشكورة قامت بعديد من المبادرات الجميلة الحقيقة اللي نشوف فيها المواهب البحرينية تظهر في أبها صورة وزارة الإعلام شاركت هذه المرة بعدد من الأنشطة وتركزت في قسم الإعلام الترفيه اللي كان فيه عدد كبير من الأنشطة التدريبية المتعلقة بالإعلام وشاركوا فيها منتسبة وزارة الإعلام في تدريب الشباب وايضا الحقيقة يعني اليوم أعلننا أنه بيكون في إن شاء الله نسخة ثانية من جائزة المواهب الإعلامية بتكون إن شاء الله في مجال التمثيل المسرحي والسينمائي والتلفزيوني برنامج تدريبي ومن ثم مسابقة تحظى بالتنافسية الجميلة بين الشباب فنشكر الحقيقة القائمين على المدينة وأيضا نشكر صندوق العام التمكين على دعم لجائزة المواهب الإعلامية وأتمنى إن شاء الله لجميع المتقدمين التوفيق وإن تكون إن شاء الله نسخة ناجحة كما كانت سابقاته